بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد أحباب مع الدرس الرابع من مادة الدراسات الإسلامية قسم الحديث والسيرة للصف السادس الابتدائي البركات في الطعام هذا الدرس التابع للفصل الدراسي الثاني المنهج الجديد الطعام من نعم الله علينا ومن أسباب حصول البركات في الطعام الاجتماع عليه أثناء تناوله والتصدق منه وإشراك المساكين وذوي الحاجة فيه فإذا حصلت البركة يصبح الطعام القليل كافيا للعدد الكبير كما جاء في الحديث التالي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعة وطعام الاربعة يكفي الثمانية طعام الواحد يعني مقدار الطعام الذي يشبع رجلا واحدا يشبع اثنين يكفي الاثنين يعني يكون فيه قدر الكفاية بما يسد حاجة شخصين التعريب براوي الحديث نسب جابر بن عبد الله الخزرجي هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما الصحابي يعني الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام فضائله شهد بيعة العقبة مع السبعين وشهد بيعة الرضوان يوم الحديبية شهد بيعة العقبة مع السبعين لها بيعة العقبة الثانية وبيعة الرضوان يوم الحديبية من فوائد الحديث الحث على إطعام الطعام للفقير والضيف ونحوهما استعباب الاجتماعي على الطعام لما يحصل بسبب ذلك من البركة من نتائج عصول البركة في الطعام كفاية الطعام القليل للعدد الكثير أبين كيف أطبق هذا الحديث أثناء إفطاري في المدرسة إذا وجدت زميل لي ليس معه طعام أتناول فطوري معه فتحل فيه البركة ويكفينا الطعام 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 الواحد يكفي الاثنين وكما أنها تأخذ الأجر طبقت هذا الحديث إذا وجدت زميل لي ليس معه طعام أتناول فطوري معه فتحل فيه البركة ويكفينا الطعام إذا وجدت زميل لي ليس معه طعام إذا وجدت زميل لي ليس معه طعام أتناول فطوري معه فتحل فيه البركة ويكفينا الطعام إذا وجدت زميل لي ليس معه طعام أتناول فطوري معه فتحل فيه البركة ويكفينا الطعام إذا وجدت زميل لي ليس معه طعام أتناول فطوري معه فتحل فيه البركة هذا التطبيق أبلغ الجدول التالي بما يناسب بالاشتراك مع مجموعة نتائج الطعام في الدنيا يأكل الفقير والمسكين ويشبع حلول البركة في الطعام انتشار انتشار المحبة في المجتمع الناس تحبوا بعض طيب في الأخيرة البعد عن النار فاكرين في صورة الإنسان لما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورة رفع الدرجات والحسنات ولقاهم نظرة وسرورة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة وحريرة دخول الجنة إبقى في الأخيرة ربنا يبعدك عن النار العيات اللي هنا الوقت فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة يلبسوا حرير في الجنة بسبب الطعام لما نطعمكم لوجه الله إبقى ده فوائد طعام الطعام كما جاء في القرآن الكريم أسعى في عصول البركة في طعامي بالاجتماع عليه والطعام الفقير والمحتاج منه أشجع على الاجتماع على الطعام في المناسبات أبين المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين يكفي الأربعة يعني يكون فيه قدر من الكفاية بما يسد حاجة الأربعة وذلك بسبب حصول البركة فيه الله عز وجل يبارك فيه فيكفي يكون فيه قدر من الكفاية بما يسد حاجة الأربعة وذلك بسبب حصول البركة فيه هذا المكسود يكفيهم لأن البركة تحل في الطعام عندما يجتمع عليه الناس في الختام لا تنسون من دعاكم واللايك والاشتراك في القناة القناة علي كل المواد موجودة في قوام التشغيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر